بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام والعشر في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهل مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة تحت عنوان حروب الجيل الرابع إن شاء الله سيكون هذا اللقاء لكن بداية طالما كلمنا على حروب الجيل الرابع يبقى أكيد عندنا حروب الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث عشان أصل في الآخر لحروب الجيل الرابع وهي حروب الجيل الرابع ومتى بدأت دا إن شاء الله نعرفه في اللقاء دا إن شاء الله وهي مهمة جدا جدا يعني هذا اللقاء يفترض أن كل أسرة تعرفه كل إنسان يمتمي لأي كيان سواء سياسي اقتصادي اعلامي حقوقي أيا كان في موقعه لازم يكون عنده هذه المعلومات واعتبرها أنه أمن قومي مصري بداية حروب الجيل الأول بدأت حرب سيف مع سيف تطور الأمر مدفع ضد مدفع ساروخ طيار الحروب التقليدية اللي هي حروب الجيل الأول حصل تطور بعد كده لأن في بعض الدول لديها القوة في الطائرات لديها القوة في السواريخ لكن ليس لديها قوة في الجندي ينقص هذا الأمر فبدأت تستغل في حرب عصابات أن هي تضرب وتجري تضرب وما تلقاش على الأرض الواقع خوفا لأنه عندها العنصر البشري يأما غير ماهر بالكلية أو ليس لديه الشجاعة الكلية أو عنده نقص في هذه النقطة يحاول أنه يعوضها عن طريق حرب العصابات وده كان حروب الجيل الثاني حروب الجيل الثالث اللي هي استباقية أو وقائية يضرب سريعا ويختفي اللي هو يتوقع خطر ما يكون عنده استباقية والقضاء على هذا الخطر وده كلها كانت تسمى حروب الجيل الأول الثاني الثالث استمر هذا الأمر حتى عام 1989 لما كان العالم الأمريكي ويليام في الوليات المتحدة الأمريكية بدأ يتكلم عن حرب جديدة وهي حرب المعلومات بدل المدفع ضد المدفع أسيطر على العقول أجعل العدو يقضي على نفسه بنفسه أنا متفرق أنا صحيح أريد أن أشعلها حربا لكن لا أشترك فيها ودي اللي بتسمى حروب الجيل الرابع ودي ظهرت أكتر عندنا في عام 1989 في فك الاتحاد السوفيتي وما كان من أمريكا في هذا الأمر وكان السبب في القضاء على الاتحاد السوفيتي في عام 1989 عن طريق حرب أو حروب الجيل الرابع اللي هو بيستخدم فيها المدنيين شعار جميل تنادي به مجموعة ثم يريدون أن يصلوا إليه بس هم ماشيين في الطريق يحصل تأثير ويخضوهم غير الهدف اللي الناس خرجت من أجله أضرب لك مثال الثورات العربية كلنا عرفنا خرجت عيش حرية عدالة اجتماعية شعار ما أجمله طب إيه اللي حصل بدأت حتى تسمع العامة في الشارع يقول لك يا الثورة اتخطفت يعني انحرفت يعني كان هدفنا جميل جدا جدا في الأول لكن حصل تأثيرات إيه اللي حصل ده ده اللي هنعرفه مع بعض إيه اللي الموضوع ده بيتم أولا حروب الجيل الرابع لازم تعتمد على إعلام سواء مرئي مسموع صفحات تواصل اجتماعي أيا كان المعلومة توصلها إزاي فأنت محتاج منبر إعلامي بعض القنوات بعض الإعلاميين بعض من يكتبون في السوشيال ميديا هو له هدف أن يكونك بلبلة ينقل الخبر وفي مجموعة تانية يتكمل بعديه أنه تنشر هذا الخبر دايما وبنشوفها كده في بعض مع احترامي حتى في بعض القراء وبيقرأ في عزا أو أي شيء ويجيب معاه واحد أو اتنين كده موجودين معاه فتلاقي الشيخ يقرأ الاتنين دولهم يوقفون الله الله أكبر اللي بيحصل يبقى اللاعدين بيتكلموا نفس الكلام الله أكبر وانبهار أو واحد بيغني نفس الشيء في مجموعة شغالة معاه أصلا تقف وتسقف وتعمل صوت عالي فبالتالي يتأثر الحضور نفس البشرية الطبيعة عندها من يقود العالم 5% بس يعني 5% هم من يقودون العالم هم بيفكروا والعالم كل يطبق اللي هم عايزينه بس بيحصل يبقى لهم قنوات فضائية لهم منظمات مجتمع مدني لهم إعلاميين لهم صفحات ينزلوا عليها اللي هم عايزينه بس بشرط السمو في العسل العنوان جميل ما أجمله ما أروعه عيش حري عدال اجتماعية مين مش عايز الكلام ده الكل ينادي به فهذا هو الشعار عندهم شعار جميل جدا جدا وعندهم اللي وصل الشعار للناس الناس يحصل يبقى تتأثر اللي يحصل تبدأ الناس بعد التأثير تنفذ الناس عايزة تنفذ صح عايزة تطبع صح فينحرف الطلب لأنه ما عندهم غاية ووسيلة حتى يصلوا إلى ما يريدون فبالفعل في هذا التوقيت تلاقي الناس خارجة لهدف معين ينحرف الهدف ويحصل الخطر ويمكن هنا بنقول تدمير المدنيين بالإعلاميين أو بمنظمات المجتمع المدني بدل من أن تكون معوى البناء هذه المنظمات بل بعض الأحزاب بل بعض القناوات بل بعض الإعلاميين بل حتى بعض المسؤولين يكونون سبب هدم في الدولة طب إيه اللي بيحصل أولا كل دولة تريد أن تكون هي الأولى فيصلت الضوء على دولة معينة أنا هتكلم النهاردة عن مصر وهتكلم في جزئية أنا عندي ضوء أخضر في نقاط أتكلم عليها دون الإفصاح عن بعض الأمور ولكن السياحة عندنا في مصر مصر دولة سياحية طب اللي بيحصل والضرب للسياحيين للسائحين عندنا في مصر منذ عشرة السنوات في دول وراه وفي مخابرات دول عالمية تريد أن تؤثر على السياحة في مصر لمصلحة من؟ دول منافسة عندها سياحة ومش عايز الأمر يكون في مصر على ما يرام لما يخلي السياحة في مصر لا تعمل ما بتشتغلش السياحة فهؤلاء السائحين بدل أن تكون وجهتهم مصر لا يروحوا لدولة تانية أنتم مش معايا لما بعض رجال الأعمال لما يلاقوا كده حد بدأ يطلع معانا على الهواء مباشرة سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كولية القادة والأركان سلام عليكم سيادة اللواء ألو سيادة اللواء طيب يمكن سلام عليكم سيادة اللواء ألو طيب ممكن نرجع له تاني كنترول فبنتكلم أنه يعني بتشوف رجل الأعمال طالع وبدأ يكون رجل الأعمال بجد فرجال الأعمال اللي هم قبل منه يحاولوا نفسه بل يضربوه حتى لو يخسروا بعض الشيء فالخسارة دي بترجع له فيما بعد بمكسب فبعض مخابرات الدول سواء من دول عربية أو دول أجنبية تتزعم هؤلاء كلهم أمريكا وإسرائيل رأس الأفعة إسرائيل المنفس أمريكا ربما بأياد عربية أو دول إسلامية بيضرب رجل الأعمال عشان معنا سيادة اللواء محمد الشهاوي مستشار كولية القادة والأركان سلام عليكم سيادة اللواء أهلا بك دكتور رمضان والسادة المشاهدين أسعدتنا وشرفتنا بتصلم عليك أهلا بك فان سيادة اللواء يمكن بنتكلم النهاردة في اللقاءنا عن حروب الجيل الرابع وقلنا أصبحت الحرب معلومات بدل المدافع والسواريخ وأصبحت الحرب بدوقتي معلوماتية وهدم العدو بنفسه لنفسه كيف ترى تأثر التكنولوجيا وما وصل إليه العالم الآن في حروب الجيل الرابع تفضل شات الواء والله أنا شايف أن حروب الجيل الرابع هي يعني بتهدف إلى إنهاج رابط الدولة المستهدفة تمام بعد نشر الفوضة تمام لها لها هدف هو دمر نفسك بنفسك تمام مفيش جيوش بتيجي زي الحروب التقليدية ومال ايه اللي بيجي بيكون ضد المواطنين وبيحط ضغط نفسي وبيعرضهم لهذا الضغط النفسي والعصبي تمام حروب الجيل الرابع لها قسمين قسم مادي هو الإرهاب وقسم معناوي هو العمليات النفسية والحرب النفسية أثناء الحرب تمام يعني لها سمات السمات حروب أو صفات حروب الجيل الرابع بأول سمة من هذه السمات الخاصة بحروب الجيل الرابع وهي الحرب بالإكرار غصب عنك بتحارب وإحنا زي ما حدث في بغداد والقينا إن الناس بتحارب والجيش بيتدمر أي قبول الحرب رغما عن الإدارة تمام السمة الثانية وهي زعزعة الاستقرار بدون جيوش ما فيش جيوش بتستخدم ولكن بتستخدم قوات غير نظامية وهذه القوات الغير النظامية ومعارضة من البلد المستهدفة نفسها تمام ثم بعد ذلك استخدام القوة الذكية القوة الذكية وليس قوة النيران وعلشان كده بنلاقي الإعلام له دور كبير منظمات المجتمع المدني اللي هي بتحاول برضو الزعزعة الاستقرار بتعتبر من هذه القوة الذكية تمام الدولة فاشلة بتجعل أو بجعل جزء من الدولة غير خاضع للسيادة احنا شكنا في العراق أربعين في المائة من الدولة كانت تحت داعش سوريا خمسة واربعين في المائة من مساحة سوريا كانت ضد تحت سيطرة داعش وعلشان كده الدولة نفسها ما بتقدرش تحمي مقابلاتها ولا تبصد سيادتها وبتعتبر دولة فاشلة تمام وفي نمازج لحروب الجيل الرابع اللي احنا بنسميها أيضا الحروب غير النمطية احنا عندنا حروب تقليدية زي حروب الجيل الاول والتاني والتالت ثم حروب الجيل الرابع اللي احنا بنسميها حروب غير نمطية بيكون الارهاب له دور كبير في هذه الحرب والارهاب بمعناه الشامل يعني ارهاب فكري ارهاب نفسي ارهاب الالكتروني بالله ان الشباب دائما ما بيجلسوا على مواقع التواصل الاتماعي لفترات طويلة بتصل الى خمسة او ست ساعات بيقوموا بالشائعات وبترددها وفي حرب نفسية بتهدف الى فقد الثقة بين الشعب وبين قيادته السياسية ونحن نعلم ان هناك ثلاثة اشياء لا تعود الكلمة اذا خرجت والعمر اذا مضى والثقة اذا فقدت وعلشان كده بالله ان الشائعات وحروب الجيل الرابع لها هدف هو فقد الثقة بالاضافة الى انها تزرع اليأس والاحباط بتخفض الروح المعنوية وعندما يزرع اليأس بينمو الغضب وتعم الفوضى والخراب ولذا احنا بقى علينا دور كبير جدا في حروب الجيل الرابع فبالله ان الدولة لها استراتيجية شاملة للمواجهة على المستوى التقافي من خلال الاهتمام بمادة التربية الوطنية والتأكيد على ان مسئولية مكافحة الارهاب ليس القوات المسلحة يا دكتور رمضان ولا السرطة فقط ولكن الشعب كله وعلى المستوى الاعلامي بنلاقي ان فيه كوادر مؤهلة مثل برنامج حضرتك بيكون فيه مادة اعلامية وفيه دليل ارشادي للاعلام علشان ازاي يواجه حروب الجيل الرابع وازاي انه يعني يزرع الواعي والتوعية لدى الشباب على المستوى الاقتصادي بنشوف احنا المشروعات القومية احنا دايما هناك مشروعات في كل ربوع الوطن هذه المشروعات للبنية الاساسية والمشروعات التنموية والمؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم دائما ما تقوم بيه يعني الاشادة بتلك المؤشرات من حيث قفض معدل البطالة بالله ان معدل النمو بيزيد من اتنين واتنين من عشرة الى خمسة وثمانية من عشرة البطالة كانت تلاتاشر في الفين واربعتاشر تلاتاشر في المائة اصبحت سبعة وسبعة من عشرة في المائة ليه هنا فيه مشروعات في مجال الكهرباء بانفاق واستثمارات بتصل الى ستمية واربعين مليار جنيه ايضا استثمارات في مجال الغاز والنفط بيتصل الى تسعمية مليار جنيه الصحة والمبادرات في الصحة مية وعشرين مليار جنيه سيادة لواء معزلتا للمقاطعة يمكن حروب الجيل الرائعي بتدخل معندي في النقطة دي بالذات وتقول لك مشروعات ايه اللي وعشروعات وهمية انتو عاملين ترعى على قناة السويس انتو بتعملوا فلوسكو في الاسفلت علشان ايه ما يبقاش في مية في النيل انتو بتستصلحوا اراضي ليه اه بيلعب على الحرب انا مع سعدتك انا مع سعدتك فعلا هذا هو هدف الجماعات الارهابية من بس مثل تلك مش عاوج الشعب يفرح بمنجزاته احنا بنلاقي موضوع الطرق والكبار والانفاق دي بتعتمر شرايين الحياة في الاقتصاد احنا في الطرق مصر تقدمت من المرتبة مية وتمانية الى تمانية وعشرين يعني هناك تسعين هناك تسعين مرتبة من التمانية وعشرين الان بالله جودة حياة بتصل الى المشروعات بتصل الى المدن الجديدة المدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة اللي هي زاودة قيمة الكتلة الحيوية لمطرية الكتلة الحيوية الكتلة الحيوية عبارة عن الارض والبشر الكتلة الحيوية في المدن الجديدة بتعتبر مليار ومتين مليون متر مربع تات الأرض في ذلك في هذه المناطق ليس لها سعر الآن أصبح المتر بألف جنيه ألف جنيه في مليار ومتين مليون متر مربع بتصبح تريليون ومتين مليار جنيه بتخش خزينة الدولة عشان المشروعات اللي هي لمحدود الداخل وشفنا العشوائيات وكيفية إزالة العشوائيات التي كانت تقدر في عام الفين وتمانية لما أثناء انهيار صخرت أدويئة وقتل أكثر من مائة فرض كان في تلتمية سبعة وقمسين منطقة عشوائية بعد عشرين سنة وفي عشرين بعد تمنتاشر عاما وفي عشرين عشرين لقينا فيه يعني مناطق سكنية تليق بالإنسان المصري في مجمعات سكنية فيها مراكز شباب فيها نوادي وفيها مراكز صحية وكل ذلك بيؤدي إلى العدالة الاجتماعية بين المواطنين عاوزين نقول أن حروب الجيل الرابع ديًا لها برضو يعني أنواع الأنواع زي ما بكرناها الإرهاب على رأسها سيادة اللواء عفواً سيادة اللواء المقاطعة قبل ما أخذ الأنواع طيب إذا كان حروب الجيل الرابع بتبين لي لمشروعاتي القومية اللي أنا بعملها دي ما تسويش حاجة خالص فين إعلامي أنا كدولة والإعلاميين والقناة الفضائية لماذا لا تبرز المشروعات القومية في مصر ويصل الأمر إلى المواطن البسيط في تقصير عندنا هو ده زي سيادة بتقول على المستوى الإعلامي لابد أن تكون المواد الإعلامية والكوادر الإعلامية الوطنية هي من تلقي الضوء على كل تلك المشروعات وبتروح تصور هذه المشروعات وبتشوف فرص العمل يعني إحنا نعلم أن المدن الجديدة بتستوعب 15 مليون نسمة وخلقت 6 مليون فرصة عمل 6 مليون فرصة عمل آه يجيب الشباب الذين يعملون في مثل تلك المشروعات وبالتالي لما لاي أنفاق قناة السويس اللي هم الست أنفاق في قناة السويس إزاي أن إحنا ساهلوا عمليات العبور من الغرب إلى الشرق إلى 20 دقيقة بدلا من ساعات وتصل إلى أيام لهذا العبور مما يساعد على أعمال التنمية المستدامة لأن الأمن القومي هو التنمية منحافظ على حدودنا وفي نفس الوقت التنمية الشاملة والتنمية المستدامة ومصر بتعمل من خلال يد تبني في المشروعات القومية ويدهم تحمل السلاح في مكافحة الإرهاب والمصر بتكافح الإرهاب نيابة عن العالم وبتكافح المنتخب الوطني للإرهاب لأن هناك أطراف إقليمية ودولية تقوم بدعم هؤلاء الإرهابيين بالمال وبالسلاح وبالتدريب سيادة لو أحييك على لفظ المنتخب للإرهاب وممكن أضيف لي المدرب الرئيسي له إسرائيل عندنا في دول أطراف إقليمية ودولية تقوم بدعم هؤلاء الإرهابيين من خلال أجهزة استخبارات طبعا إسرائيل هي العدو الأول لمصر والعدو الأول للمنطقة العربية والعرب كلهم بالرغم من اتفاقية السلام الموجودة ولكن هي من تزعزع الاستقرار أيضا وبالإضافة إلى قطر وبالإضافة إلى تركيا كل ذلك يريد زعزعة الاستقرار ولكن بالله أن مصر هي محوى الرئيس في مكافحة الإرهاب مكافحة الهدرة غير الشرعية ودائما الدول الكبرى والدول ذات مركز الثقل العسكري الكبير ما ترغب في تنفيذ التدريبات المشتركة مع مصر لأن مصر لديها خبرة قتالية في الحروب التقليدية السابقة وفي حروب الإرهاب وفي حروب الجيل الرابع اللي مصر استطاعت من خلال العملية الشاملة تيناء 2018 أن تقضي على كتلة صلبة للإرهابيين وتدمر بنيتهم الأساسية سيادتي قبل منه مع حضرتك حدا كنت ذكرت أنواع الإرهاب ثم أطعت حضرتك أرجع سريعا كده لأنواع الإرهاب أنواع حروب الجيل الرابع طبعا إحنا عندنا فيه نماذج لحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية على رأس الإرهاب هناك الجريمة المنظمة بالله أن دول بتقوم بعملية الإتجار في المواد المخدرة لأن المخدرات هي صنوان للعمليات الإرهابية وتجارة الأعضاء والإتجار في المخدرات وتجارة الأعضاء والإتجار في الأطفال وذلك بتسمى الجريمة المنظمة بالإضافة إلى جريمة اللعوم وأيضا بالله أن هناك العمليات النفسية التي تهدف إلى إلقاء الضغط العصبي والنفسي على المواطنين لخبض روحهم المعنوية لأن ذلك هو هدف هذه الحروب الجديدة سيادتي اللواء محمد الشهاو مستشار كولية القادة والأركان شكرا لحضرتك على هذه المعلومات القيمة مشاهدين الكرام سيادتي اللواء يعني تحدث عن كل حاجة تقريبا وأوصل إعلام من رسالة سامية الحقوقيين الأحزاب منظمات المجتمع المدني لابد كل منهم في موقعه يكون عنده الوعي لما يجيلك حد ويطلب منك معلومات أنت حاس أن هي أكتر من اللازم ما تدروش لما تجيلك منظمة تقولك أنا منظمة كلمة منظمة يعني معنا كده أن معها موافقة من وزارة الخارجية اسألوا فين الترخيص اللي معاك لو جالك في أي محافظة في أي قرية في أي ناجع وقولك أنا منظمة كذا اسألوا الأول فين أوراقك إذا لقيت معاه أوراق ابدأ تكلم معاه ما لقيتش عنده أوراق بلغ عنه بكل أدب وفي كل احترام كان زمان تنزل في القرى ياخدوا معلومات عننا بأي حجة لما درسوا الشعب المصري وعرفوا الشعب المصري بس الشعب المصري العالم يعجز أمامه معنا سيد محمد من محافظة من الشرقية سلام عليكم يا سيد محمد عليكم السلام يا دكتور مرحب دكتور رمضان فضل حبيبي إزاك يا دكتور رمضان حضرتك بخير الحمد لله الله يسلمك ربنا يبارك في حضرك يا فاندل الله يعزك في حمد يا مناش ده معالي الدكتور طارق شوجي راعي نقض التعليم الحديث في مصر تمام بأمان الرجل ده عمل شغل كويس جيد جدا جدا ربنا يبارك فيه في حضرته والحمد لله ربنا عملنا على مصر بأمانة والله تمام يا مناش دكتور طارق أنا عندي بنتي أمل محمد عبده في الصف الثالث السنة والسنة دي والحمد لله بنتي يعني متفوقها لأبعد الحدود من الله إن شاء الله عليها ربنا يحرصها عملت يعني اعتمدت عن نفسها بكل حاجة تمام وردك يا رمى الحمد والله رب العالمين وجابت ستة وتسعيل تنية في الصنوية العامة السنة دي تمام طبعا نحونا يعني هي لما شابت المنجوة بتاعها اعترمت وزعلت ويعني مش عايز يقول لها حضرتك عملت يعني يعني حاجات كثير يعني معنا صحة لها زعلة كثيرة طب أستاذ محمد عشان الوقت انت بنت حضرتك أمل محمد جابة في الثانوية العامة ستة وتسعيل تمام ازاي تظلمت بقى ايه اللي عرفك ان هي تظلمت عملت تظلم عملت تظلم ورحت بنفسي لأ ما كان التظلمات اسماعي لي يا فندم تمام ورحت لو هي واطلعت على تظرفت اللجانة بتاعيزها تمام وفعلت انا كرجل تربوي بالتربية والتعليم انا صدمت لما شبت اللجانة بتاعيزها متابقة برموز الجنجابة تعبت توق بالضبط يعني مش عاجة ناتيجة التظلم زهرت ولا لسه لأ لسه مظهرت يا فندم هتظهر اي امتى يعني خلال الالتالة اربعة تيام كده يا فندم طيب اذا مش هنقدر نتكلم قبل ما تظهر ناتيجة التظلمات ونعرف ايه لضاف لها الدرجات او ما ضفش لها الدرجات تمام شكرا اسم محمد واتابع مع حضرتك ان شاء الله اعتقد التظلمات هتظهر يوم الخميس كنت سألت عنها يوم الخميس هتظهر التظلمات ان شاء الله نشوف بس تم اضافة درجات او لم يتم اضافة درجات ونقدر نتناقش مع بعض في الجزئية دي ارجع للقاءنا النهاردة وحروب الجيل الرابع وسيادتي اللواء محمد الشهاوي ومستشار كولية القادة والاركان ذكر معلومات مهمة جدا وقال لك ان الحروب الجيل الرابع بتشتغل على الارهاب نفسه وفي نفس الوقت الحالة النفسية وذكر نمازج منها يحدث في تجارة المخدرات في تجارة الاعضاء الجريمة المنظمة اشتراك بعض الدول فيها انا هذكر لحضراتكم جسئية بهم جدا جدا جريمة يمكن سمعنا عنها بعض الجرائد القومية في التلفزيون المصري كان بطلها الرقابة الادارية وسمحولي اوجه تحية شكر وتقدير للرقابة الادارية في جمهورية مصر العربية على المجهود الذي يحدث على ارض الواقع دون الافصاح عن تفاصيل يمكن انا استأذنت ان انا هتكلم في جسئيتين النهاردة من صلب ما تم عمله تحت اشراف الرقابة الادارية الاولى كانت في تجارة اعضاء اهاخد السيدة اميرة من اسكندرية واكمل الجسئية دي السلام عليكم السيدة اميرة سلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا استاذ اميرة ممكن يا استاذ اميرة توط التلفزيون اسمعيني من التلفزيون اللي سمحتي ايوا استاذ ايوا استاذ رمضان اتفضل يا حضرتك انا بنتي استاذ رمضان انا من عايش في قرية انتم اميرة صح? الي اتفضل يا اميرة انا عايشة في قرية فلاحين. تمام. افضل ناس واحسن ناس. عايشة? ايوة. اتفضل يا امو امير عشان الوقت بس. ايه المطلوب لو سمعت? ايوة يا استاذ رمضان. هي جبت جبت في سنة تلسة وجبت ستة وتسفعين في المية. تمام. انا ما قدرت ادخلها جمعة خاصة وهي اني الساعة تدخلتك باسمان. تمام. انا انا فلاحة وابوها فلاحة موظف فلاحة على قد حال. تمام. لو حضرتك يعني تقدر تساعدني اهي انا استاذ خشي تب باسمان من زمان. وطلع مرحة من فوقين وبتطلع من الاول. لولا ان هي تعبت في سنة تلتة. وبايتها هي تشتغل وانا اشتغل عشان الدروسة الخصوصية. وحضرتك عارف اللحة. طيب ام اميرا طبعا انا اخذت من كلام حضرتك. انت بتقول ان انت فلاحة وولدها فلاح. افضل ناس واحسن ناس وربنا يجعلنا من الفالحين. بتقول ان ابنت حضرتك جابة ستة وتسعين ونفسها تدرس طب اسنان. اه اتمنى ان كان فيه تظلمة عمل ننتظر اليوم الخميس القادم. شوف ربما يضاف لها درجات. وباناشية كل رجال الاعمال. اناشية الجامعات المصرية اللي عندهم منحة. مش هلاقي افضل واحسن ان تكون المنحة تصل لمستحقيها. اه لو اي حد يتواصل مع برنامج مع القادة. مسؤول اه عن جامعة. اه مسؤول اه يقدر يقاليها تكون على حسابه الشخصي اه تدرس في كلية خاصة. اه يتواصل مع برنامج مع القادة. واعتقد اذا كنت بتدور على الكلية نفسها او الجامعة بتدور على اه من يستحق. فهذه تستحق. واعمل اه بحس اجتماعي لمانع. تثبت بالامور اه لكن لما واحدة تطلبها على الهواء مباشرة. تريد ان ابنتها تتعلم اه طب الاسنان في احدى الجامعات الخاصة. وهي مش ادرة اعتقد لو كانت اذا مكتش قالت الكلام ده. ففاصل وهنرجع مرة تانية. واتحدث عن امور مهمة جدا جدا اه انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدين الكرام اهلا مرحبا بكم مرة ثانية اه بعد الفاصل. احنا كان عنوان حلقتنا اه حروب الجيل الرابع وفي حاجات مهمة جدا جدا هذكرها. اه لكن بعض المدخلات اللي معنا. واللي متابعين معنا يعني اه ما نقدرش نرفض لهم طلب. اه دخلوا معنا في التظلمات السنوية العامة. خاصة اه اه لما حدث ان بعض التظلمات اللي فيها دراجات كترة جدا بترجع للطلبة اه تب ازاي تصحيح تم ازاي. الموقف ده اه الطالبة اه يمكن اه ام اميرة من اسكندرية. اه طلبة منحة. قلنا برنامج مع القادة يناشد الجامعات المصرية. وكل من لديه القدرة ان هو يساعدها في ان تحصل على منحة. اه نكون شاكرين له واجروا على الله سبحانه وتعالى. اه كان الاسبوع الماضي برضو ده حصل معنا من داخلها. اه بخصوص الدروس الخصوصية اللي اكون او التقوية بمعنى اصح في المدارس الحكومية. ازاي هتتم? وهل يحصل تجمعات اه في المدارس? يمكن الكنترول لو سمحته لو حد يتواصل مع الدكتورة مجدى نصر اه وتدخل معنا وترد على الجزئية دي كنا طلبنا منها ان يكون في اجابة معنا في اللقاء ده. اه سيادة اللواء محمد الشهوي ذكر ان اه حروب الجيل الرابع منها ارهابية ومنها نفسية. اه قبل ما اتكلم عن الجزئية دي اخذ الدكتورة مجدى نصر اه نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو بلجنة التعليم بالبرلمان المصري. دكتورة مجدى سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اهلا وسلم. 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 تمام الحمد لله. اه سيادة النائبة اسبوع الماضي كان فيه اتصال مع حدرتك بخصوص التقوية في المدارس الحكومية. هل هيتبدأ العمدة ولا لا? واذا تمت هل هتكون متجمعة كل منطقة في مدرسة واحدة? اه حتى قلت اتوصل مع معالي الوزير وكن اه في رد الاسبوع ده. هل من جديد? لا الحقيقة هو مفيش جديده وهيدرس بس الامر ده. اه علشان حباك يمكن كانت الشكوى من تكدس مدارس محدودة. تمام. وده يعمل طبعا تجمعات اه وفي ظل الكورونا. اه اه زائد لسه عملية الحدور داخل المدارس لسه لم يتفق عليها بشكل نهائي. تمام. يعني اه يحضروا فترات وفترات لا. فالحقيقة يعني هما يعني بيدرسوا هذه النقطة وان شاء الله يتم الاعلان عليها يمكن الوزير اه في بعض الامور الهامة اه ذكر انه هو على نهاية شهر ثمانية انه هو يعني هيصرح بيها اللي لسه متعلقة بامور كتيرة يعني. منها النقطة المجموعات التقوية داخل المدارس. طيب. اذا يؤجر الكلام عن التقوية. ايه. وانتقل مع حضرتك دكتورة مجدة. لحاجة برضو اه اتت البرنامج مع القادة. ان تظلمات كتيرة جدا جدا من طلبة الثانوية العامة في بعض المواد. ايه. وبالفعل تم حصول على درجات كبيرة. ازاي التصحيح تم? وازاي نعالج المشكلة دي? اه. هو طبعا فيه تحقيقات وفيه اه يعني المهم ان هما ياخدوا حقهم. العكس بيبقى ساعات بعض اللي انا جالي شكاوي ان اه في المواد كثيرة وفي الاخر مسلا ما خدوش بالضربات قليلة في مادة او اتنين والباقي لا. كمان. يعني هنا العملية اه الحقيقة اه يعني دي في اقرب وقت شديد يعني احنا هنتكلم مع الدكتور رضا حجازي. اه لان دي اه متوقف عليها مستقبل كل الطلاب وده حقهم لو فيه درجات لابد ان هما ياخذوها زائد يعني لازم يعرض علينا اه اه يعني احصائية لعدد تظلمات السنة دي لان اعتقد ان هي شكلها اكتر من السنوات الماضية فهل ده حقيقي ولا لا? كل ده علشان نعرف الاسباب ما اسباب اه التصحيح اه بشكل اه احيانا. طبعا كلهم بدلوا مجبود جدا كل المعلمين اه ولكن اه في اه بعض التصحيح في اخطاء كتير في اه درجات كثيرة الكثير من الناس والخوف الاكتر ان هو دول اه ناس اقدموا اه 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 تظلمات طب اللي ما اقدمش هل هو كان له درجات اه في الحقيقة العملية هنا نقطة اه اه يعني صعبة شوية فيه كسر التظلمات هذا العام. طب دكتورة مبدأ. طب هي شوفة مع الدكتور ده حجيز. اه سيادة النائبة في حاجة اخيرة اه برنامج مع القادة تلقى حاليا اتصال من شوية من ام اه طالبة اه ام اميرة من الاسكندرية بتقول ان بنتها جابت ستة وتسعين في السنوية العامة وهي بتتكلم في اللقاء وهبعد لها ديك المكالمة بتقول ان احنا ناس انا فلاحة وزوجي فلاح وغير مقتدرين وبنتها نفسها تدرس منحة اه قليت طب اسنان في اي جامعة وطلبت مننا برنامج مع القادة اذا ادر يصل فانا عملت مناش ده لكل الجامعات المصرية ما اللي لديه الرغبة ان هذه البنت تدرس نظر ظروفها المادية والاقتصادية منحة وبرضو بطلب من حضرتك لو تكرمت اذا كان بالامكان في توصية من حضرتك لهذه البنت انا لا اعرفها وليس بين وبين اي معارفة سابقة ولكن طلقات اتصال بس اعجبني اسلوب الام ان احنا فلاحين وماش قادرين وهذه الصراحة اعجبتني بكل بساطة يعني تمام يعني اتبنى الموضوع ده وحضرتك ابعت لي اسمها ولكن عشان اكون صريحة مع حضرتك ان المجميع يعني اه برغم ان هو يعني يمكن ما تخشش هذي الكلية لكن ممكن يبقى فيه منحة الكلية تتناسب مع مجموعة اه يعني نحايا واللي ان هي تحصل على منحة فيما يتناسب مع المجموع لان حتى اه نظرا لارتفاع المجميع بشكل كبير حتى الجامعات الخاصة اعتقد ان هو الطب الاسنان ممكن ما تاخدش الستة وتسعين وتاخد مجموع اعلى تمام وبالتالي اه يعني هنحاول بشدة اه لكن اه يعني معها كلية اه تتناسب مع مجموعة حياة اه الدكتورة مجدة نصر نائب رئيس جامعة المنصورة سابقا وعضو اه لجملة التعليم بالبرلمان المصري شكرا لحضرتك اه طبعا كنترول اه اتمنى توقف لي اتصالات مش عايزي اتصالات لو سمحتوا اه عشان انهي اه اللقاء باشياء مهمة جدا جدا انا عايزي التركيز فيها عايز تعرف قد ايه مصر تحت ضغط مصر فعلا بتحارب الارهاب اه مصر الان تتعرض ما لم يتعرض له دولة على مر التاريخ اه اذا كان اه الشام اساس الحضارات واذا كان الخليج مصدر الاموال فافريقيا وبما فيها مصر هي مصدر الثقل ادروا يخلصوا على اه مقر الحضارات الشام وادروا يسيطروا على دول الخليج الاموال وانتم شايفين فافريقيا بل في الدول العربية والشرق الاوسط ما فيش حد وقف على رجله بجد الا مصر فبدأوا يعملوا في مصر عمليات نفسية وعمليات من نوع حروب الجيل الرابع وزي ما سيادتي اللي ذكر منها تجارة مخدرات تجارة اعضاء انا هتكلم عن جريمة حدثت وشفناها في التلفزيون المصري عنوان دون تفصيل انا هتكلم برضو المصرح لي ان انا هتكلم عن بدون الافصاء تفصيليا لكن حاجات مهمة جدا جدا اللي حصل في معلومة وصلت ان سيدة فلسطينية تسمى سماح ترقص عصابة او رئيسة عصابة في التجارة بالاعضاء في اتصال برضو من الفيوم طيب سلام عليكم اسم حمود وعليكم السلام ازاك استاذنا? انا سبحانه متفضل سريعا. اعمل السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك اه بالنسبة شغال بعهد مؤقت. اه واحدة محلية. عقد مقنعة. عقد مؤقت. تمام. تمام. من الفين واتناشر. تمام. حضرتك حضرتك احنا مجموعة كتير يعني مش هقولك الا الواحدية او سنين لا. وفيه معنا من الفين وعشرة وعالفين ووحدة اشتر. تمام. تمام يا استاذنا. تمام. دلوقتي احنا الحد الوقتي مش عارفين مصرنا ايه. يعني ولا بنا تتباتنا ولا تطبع على الحد الادمى. هو تطبع علينا بس ببضي بضوش. يعني ايه? يعني ايه? وضحها دي. يعني كل شعرين داتا ما طلعونا الشعر يعني مش بانتظاء. بس انت على رأس عملك حتى هذه اللحظة. على رأس عملي بس انا بابا بس اجلها يتعدوا في المعيشة. ما يتعدوش فيها. فيه تأمين لك على عمل? فيه تأمين? حالك بقى لك اكتر من ثلاث سنوات? لا. يعني حضرتك بولك انه عالفين واثناشر ومعايا ناس من الفين وعشرة وعالفين واثناشر. ولسه زي معنى. ولا فيه تثبيت ولا اي حاجة. تمام. اه فحضرتك احنا عزلنا عارف مصرنا ايه. طيب اه عزلنا عارف مصرنا ايه. اه هستسمحك ان سيبنا وقت نراجع مع الدكتور رحمد الانصري محافظة الفيوم. وادكتور محمد عباد نائب المحافظ. واعتقد النائب اشرف عزل اسكندر له باع في هذا الملف. هنتوصل معه ان شاء الله. ونتابع معك اسمحك. شكر لي. اه ارجع مرة تانية سريعا. اه قلنا في جريمة. ارنا عنها في الجرائد. شفناها في التلفزيون. اه فقط كعنوان. تفصيليا وصلت معلومة للرقابة الادارية. نسيدة اسمها سماح فلسطينية للاصل. اه في مصر. اه بتجر بالاعضاء. وعندنا القانون للمصر يقولك انقل اي اعضاء من مصري الى مصري عادي. شرط ان ما يكونش فيه مقابل لها مادي. حتى يا عمي لو خادت مادي من عارف شوحنا اكتروا مصري مع مصري ما فيش مشكلة. المشكلة هو مجرمة اذا كان من مصري لاجنبي. اللي حصل السيدة سماح مع اختها. مع سواء تاكس. مع موظفة مصرية بالاحوال السجل المدني. مع اه واحد مصطوع الاسماء مش عايز اقولها الاسماء اللا دي كاملة. بس قلت بس سماح لان العصابة رئيسة العصابة اللي هو صرح بها في الجرايا. اه بدأوا يجيبوا اجانب من برا. ويعملو لهم بطاقة مصرية. ويجي المتبرع المصري. ويجي اللي هو اللي عايز ياخد اه الكلية مثلا اللي هو الاجنبي يدخل بطاقة مصرية. والمبلغ يدفع يدفع بالدولار مسكين المصري المتبرع ده ياخد جزء. والجزء الاكبر يروح لسماح واختها وسواء التاكس والمصري المشترك معهم تاني. الموضوع تكرر. اه بدأت الرقابة الادارية تاخد خبر اللي حصل تتبع اه للسيدة سماح اه اينما ذهبت. فرجال مصر الاوفياء لها بالمرصاد. صوروا لقاء ليها وهي في البنك بتسحب مبلغ مالي. صوروا لقاء ليها وهي مع سواء التاكسي. صوروا لقاء ليها وهي بتقابل المصري اللي هتبرع. كان فيه برضو موقف مصور للسيدة سماح مع الاجنابي اللي جاي عشان يتطلع له بطاقة مصرية. كان فيه لقاء ايضا مع الموظفة اللي هي في الاحوال المدنية وترتيب الاوراق واستخراج اه اه اوراق مزورة. اه وصلوا بيها للمستشفى واسم المستشفى معايا. اه الدكتور اللي هناك لاحظ ان المصري اللي هو جاي ياخد المفروض الكليا دي هو مصري. بيتكلم مصري مكسر. فشك فيه. فرفض ان يديروا الموافقة. لان اه شرط اللي يدخلوا الاتنين مع بعض. المتبرع واللي هيتبرع عليه الاتنين يكونوا موجودين. وبيعملهم ورقة كده اه اسم المتبرع اسم متلقي اه هذا العضو. وصورة المتبرع وصورة اللي هياخد ايه هذا العضو. فرفض الدكتور المصري يشك لك ده مش مصري. والقانون عندي ما ينفحش شديه للمصري بس. راحوا مستشفى تاني. وجابوا اه انسان بقى مصري يدخل يقول ان انا اللي اخد الكليا. رغم انه مش مصاب. وعاش الدور بقى. ده مش مصاب بالكليا بس. لا ده ميت فيها. لابس العباية هو مصور برضو. كل الحاجات دي مصورة. صوته صورة. مصور. ودخل اه متصور دخل على الدكتور. مالك انا باشتكي. انا عايز اعايزها تكليا. جابي المتبرع واللي هياخد الكليا. لمصري اتنين مصريين قاعدين مع بعض. فطلب من المتبرع صورة. وطلب من اللي هي تلقى اه الكلية صورة. بدل ما يدي صورته هو. ادى صورة الاجنبي اللي هو هياخد هذا العطو. الطبيب طبعا ما انتباشي لهذا الامر. لكن متصور. خد الصورتين. ختم على الصورتين. طلع القرار. اخدوا الاجنبي بقى اللي تحطوا الصورت ده. وعملوا له بطاقة مصرية مزورة. وتم الامر. ودخلوا عشان يعملوا العملية. كان يتم الابض عليهم اول ما يدخلوا. لا. النيابة ابت الى ان تم الجريمة. وتم التأجيل لليوم التالي. عشان يقبضوا. ابضوا على سماع. وعلى اخت سماع. وعلى سواء التاكسي. وعلى موظفة بالاحوال المدنية. بالسجيل المدني. وعلى سواء التاكسي. وعلى المصري اللي هو شارك. دي جريمة تم اكتشافها. وطبع ما ينفحش نعرضها. ولا نعلن في تفاصيل اكتر من كده. لكن هذا الحدث يبين لك ما عليه من رقابة في مصر. للموظفين. لانضباط الشارع. ان كل شيء باوان. وان الدولة اصبحت قوية. ولديها معلومات. ده كان العنصر الاول او الامر الاول اللي انا اردت ان اعلن عنهم. الامر الثاني انا عايز تركيز بقى. اسئلة كتير جدا جدا. بنسألها. وما كنش عارفين لها اجابة. هو يا جماعة العربيات اللي تضرب نفسينا. وتضرب الكمائن. وتضرب ولادنا. عربية عليها خمسة ستة عشر رجبين. وحطين مدفع. ومشيين في ارض سيناء. كنا بنسأل نفسنا سؤال. طب ازاي ماشية? وما حدش شافها? ازاي عدت على الكمين الاول? طب ازاي عدت على الكمين التاني? ازاي وسط للكمين ده? ما حدش شافها خالص? معقول ما بيش حد في سيناء? كنا بنسأل نفسنا بأسئلة دي. لأ الموضوع مش كده خالص يا جماعة. الموضوع ان ببساطة ان الناس دي اه الارهابي الدولي اه بيفكر ازاي اه يصل الى جريمته. ومش مشكلة ياخد شهر اتنين تا يبي اخد وقته. فاللي بيحصل انه بيجي جنب كمين كده. ويجي عامل حفرة ويبنيها زي مسلح. قد الاستيديو ده. قد اه اه صالة كبيرة اه خرصانة تحت الارض. ويجي منزل فيها عربية اه سواء جيب ربع ناء دفع رباعي. يجي منزل عربية. ومرة تانية يجيب السلاح وينزلوا في هذا المكان. ويختار اماكن جنب الكمائن. ويعمل تحت الارض غرف فيها عربيات. وهزي العربيات عليها اسلحة. بعد فترة يجيبوا المرتزقة وينزلهم في الاماكن دي. فهو بيجي من المرتزقة ازاي. طب انا عشان وقت يقرب ينتهي. فانا اختصر رغم وضعهم هم جدا جدا. كنت عايز وقت اكتر من كده. بيجي من المرتزقة ازاي. هو بيتعامل اصلا مع مرتزقة لما حدث الامر في سوريا في العراق. اه في اليمن. وكان المرتزقة في امان. ما فيش جيش بيقابلهم لا في العراق ولا في سوريا. جيوش منهارة. فبدأ كل مرتزقي يتاخد مبلغ بالدولار نظر العملية. فعندهم راحين مصر. ظن المرتزقة ان هي رحلة زي ما كانت في العراق. زي ما كانت في سوريا. وهي رجعوا تاني. فلما جون في مصر الارهابيين المرتزقة عليهم مسؤول. بعد ما وصل مصر. المسؤول اللي عليه لو حب هذا المرتزقة يرجع في كلامه هيتضرب بالنار. فلازما يكمل عمليته. ولما دفنوا كمان في الارض تحت اله في هذه الغرفة اللي فيها تسياره فيها. وسبوع اسبوع سبوع اثنين ومتديروا اكله كفيه ستة شهور. وفيه ناس بتمروا عليه تتزودوا بالاكل وبالطعام والشراب. لما بيجي معادل العملية اللي هم ما ينفزوها تيجي التعليمات اخرجوا بقى. هو بيخرج منين يا جماعة جنب الكمين مباشرة. ما بيجيش من بعزة لحنا ما كنا متخيلين. الحاجات اللي كلها متصورة وهنشوفها في يوم من الأيام وهتعرض زي المنسي بس مش هين في عد وقت خالص. فاللي حصل يبقى يجوم عشرين عربية في توقيت واحد كل واحد يطلع جنب الكمين. واختاروا يا جماعة كان بداية العمر وحد سبعة الفين وخمستواشر. ليه وحد سبعة? هو بيختار عندك اوقات زي مثلا العشر من رمضان لازم انك يعمل بلبلة في مصر قبل العشر من رمضان. او قبل ستة اكتوبر لازم ان يعمل لك بلبلة في مصر. وحاجة تؤثر ان تنسيك حرب ستة اكتوبر او العشر من رمضان. برضو اختار واحد سبعة عشان ينسي الشعب المصري ما حدث في تلاتين ستة. فهو اختار واحد سبعة وكان فيه غطاء دولي آآ ليهم. امريكا واسرائيل هي اللي بتنظم العملية دي. طبعا اعجبني اللي قالي المعلومات دي يا جماعة مسؤول كبير جدا جدا لا افصح عن اسمه. قال احنا عندنا في الجيش المصري كلمة العدو يبقى صدنا بها اسرائيل. كلمة العدو حددنا هدفنا بالالف ولم دي اسرائيل. عندنا دول معادية زي تركيا زي ايران زي قطر. يعني ايه دول معادية? اه النهاردة عدوي منكم بكرة يتغير الامر. او مبارح ما كانش عدوي. النهاردة عدوي. ممكن بكرة مش عدوي. دي دول معادية. اما العدو فهو اسرائيل. فلما جاء واحد سمعة خلوا بقى عشرين سيارة تطع مرة واحدة. والكمان الاول يتضرب والتاني يتضرب. فالكمان فجأة فجت بهزي العربات وهذا الكم من الاسلحة. ايه اللي حصل يا جماعة? اللي حصل ان فيه قوى الامداد جاء استغاسة من هذه الكمائن قوى امداد تلات دبابات بس يطلعوا. على رأسهم. عدد ده يتجاوز الاثناشر واحد. فجأة تلات دبابات المصرية. قدهم عشرين عربية تحمل آآ مضادات الطائرات. اللي بيحكي لي كان موجود في هذا الامر. واصيب. وقال لي لحدث سريعا احنا تلات دبابات ودول عشرين عربية. القائد عندنا قال محدش يضرب عربية واحدة. اضرب في النص وصيب العربية اللي وعي الشبال. صيب ثلاثة. انا وقت بينتهي فالمهم اللي حصل ليه يا جماعة. الدبابات المصرية فيها تطوير محدش يعلمه الا الجند المصري. لعبنا فيها. فما دها قوي وهي مزلزلة. فتلات دبابات المصرية ضربوا في توقيت واحد. اصابوا تسعة. والبقى العدد اللي المتبقي الحداشر بدأوا يتعاملوا معهم اللي حكى لي يا بقول لي كان اقسم بالله. ضربة علينا كان زي المطر. الغريبي اللي حنبصوا البعض محدش محدش منا نصاب. قدرة من يا جماعة؟ قدرة ربنا سبحانه وتعالى. قل لحد ما حدث حدث التحام. لما حدث التحام احنا رغم قلتنا. والدبابات بتاعتنا استطعنا ان ننهي عليهم جميعا. اه اللي حصل ضربوا دانا. استشهد البعض البطل الذي كان يحدثني. وهو زميله قال انا اصبت في دراعي فقطعت يدي اليسرى. وهذا زميله قطعت قدمه. هؤلاء الابطال هؤلاء المصابين حدث لهم هذا من اجل ان يحافظوا على تراب مصر. وسقط منهم ايضا شهداء. فتحية لشهداء مصر. تحية لجيش مصر. تحية لمحب مصر. تحية لكل انسان يخاف على مصر من قلبه. لا يتاجر باسمها. لا يقول مصر فوق الجميع ثم تقطع من الجميع. الان التقي بحضراتكم الاسبوع القادم وتحت عنوان جديد وهو ادارة الازمات. سوف نلتقي تحت هذا العنوان في الاسبوع القادم. ان التقي بحضراتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع وادعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.